إحنا قلنا الإيمان المسيحي مش إيمان بالمعاميات مش مغيب هو إيمان مبني على حقائق والحقائق دي حقائق موثقة حقائق تاريخية وحقائق يثبتها العلم كمان فهو لما بيتكلم عن أماكن في الكتاب المقدس بنسمع عنها بعد كده في الأركيولوجي في علم الآثار بتثبتها في ناس زي ما قلت في حلقة سابقة اتكلموا عن إشعياء اللي ذكر الملك أسرح الدون في إشعياء عشرين واحد وقال لك ده مش موجود وقعدوا يتريأوا على كتاب المقدس وأنه وثيقة لا يمكن الاعتماد عليها لحد لما واحد بتاع أركيولوجي بتوع علماء الآثار فحر فوق نينوى ولقى الأصر بتاعه ده ملك أشوري والتمثال بتاعه والكرسي بتاعه موجودين في المتحف البريطاني للي حب يزورهم فأنا عايز أقولي الإيمان المسيحي مش مبني على خرافات مصنعة ده مبني على حق قوي جدا وهذا الإيمان هو وسيلة التعامل مع الله يعني بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله وبعدين اتكلمنا عن أنواع الإيمان بعد ما عرفنا للتعريف الصادق الإيمان الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى يعني واحد متأكد من حاجة تمام؟ شفنا أنواع الإيمان في الإيمان الميت لهم مجرد أفكار في ذهني عن الله إن عرفه كحقائق تاريخية وبس ده ما بيطلعش أعمال ما بيطلعش حياة بعدين شفنا الإيمان الشيطاني الشيطان عنده إيمان بيؤمن أن الله موجود ما هوش ملحد يعني بيؤمن أن الله هو إله واحد بيؤمن أن يسوع ابن الله بيؤمن أن في عقوبة وفي ثواف الآخر وكمان بيؤمن ويخشعر فعنده مشاعر أيها لكن الإيمان اللي بيوصلني لله هو الإيمان الديناميكي أو الحي وده بيشمل العقل لازم أفهم الحقائق اللي أنا بأؤمن بها بيفهم المشاعر أن أنا عايز ألتقي بالله بيشمل الإرادة اللي بقول له يا رب أنا عايزك تدخل لحياتي بأخذ خطوة حقيقية بالضبط يعني في الرسالة إلى العبرانيين مكتوب عن أو لا مكتوب عن موسى في العبرانيين تشدد كأنه يرى ما لا يرى بالضبط والرب يسوع اقتبس عن إبراهيم رأى يومي فتهلل أو ناظرا إلى المدينة التي صانعها وبارئها هذا النوع من الإيمان الخارق يعني اللي استطاع أن يرى بالضبط لأنه بالإيمان نرى وبالإيمان نفهم وبعدين ده بيدي يقين بالتأكد